معجزة تانية حدثت في بلدنا في قانا الجليل في قانا الجليل كان في عرص وبعدين خلص النبيذ وهذه تعتبر ورطة اجتماعية وطبعا المطوبة المباركة مريم كانت تدرك أهمية يسوع وكانت تدرك الموعيد اللي بيبتد فيها المسيح يظهر مجده وخدمته العلنية طبعا اللي صار انه خلاص رح تتبهدل الدنيا فمريم قالت للخدم مهما قال لكم فافعلوه يعني ايش يسوع بيحكي لكم فافعلوه وفعلا كان فيه ست أجران من حجر خلي بالك انا مش عاوز ادخل في التقاليد اليهودية بين الجرة وبين الحجر والأخري على أساس ما تتنجس والطهارات إلى أخري وهي كانت للغسلات يعني اللي بتضحط فكان فيه ست ست أجران وكل جرن بيسع بين 30 إلى 35 وعلى فكرة المسيح مش بس مضياف وسخي دائما بيعطي أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر أشبع الآلاف وزاد وهنا أحباء معجزة خارقة جدا تحويل الماء إلى نبيذ طيب ما الماء اللي احنا منشربه وهو عبارة عن أكسجين وهيدروجين فمن أين أتى الكحول أو باقي مكونات الخمر والعماصر الموجودة فيها هاي المعجزة لاحظ تمت بإرادته الخاصة في الداخل بدون أي كلمة ولا حتى صلاة ما صلاش ولا أي شيء كل ما قال املأوا الأجران ماء وفعلا ملأوا الأجران للحف يعني لفو هنا بتشوف في هذه المعجزة خلق مادي وكل مكوناتها حتى بدون أمر لم يأمر بدون أن يلمس مش مكتوب أنه لمس أو أمر أو تكلم أو صلى بدون أن يلمس أعزائي الماء لا لون له ولا طعم له ولا رائحة له تحول الماء إلى نبيذ يعني صار إلو لون صار إلو الطعم وصار إلو رائحة لكن عندما استقوا صار إلو لون وطعم ورائحة يعني قال أعطو رئيس المتكأ فكان واضح جدا يعني مش كل العناصر موجودة أنك تعمل النبيذ من ماء اللي هو أكسجين وهيدروجين فإذا هنا في عملية خلق سواء مادة غير موجودة أو مادة موجودة ومن يستطيع أن يخلق خليك أمين عن جد خليك أمين مع نفسك للي كل بيبعتلنا هذه التساؤلات لعل أجيب فقط شيء بسيط عن هذا الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة